ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فيما يسمى بمحاسبة الأنفاس فكان عمر لا يخرج منه نفس ويأمل أن يعود ولا يدخل نفس وينتظر أن يخرج يعني يراقب نفسه مع ربه على مستوى الأنفاس هذه مسألة صعبة وعمر وصل إليها بالتدريب ولم يصل إليها فجأة هنا وسع هذه الأنفاس ابنه عبد الله حتى تكون أرفق في التدريب وفي التربية فقال إذا أصبحت لا تنتظر أن تمسي وإذا أمسيت فلا تنتظر أن تصبح فأصبحت المحاسبة كأنها بنصف اليوم بدلا من الأنفاس الذي علمنا إياها عمر أبو رضي الله تعالى عنه وأرضاه محاسبة الأنفاس أو هذه المحاسبة والمراقبة في النهاية تذكرك بالله وتذكرك بحقيقة الدنيا تذكرك بما يريد كثير من الناس أن ينسى وهو حقيقة الموت إذا ذكرت أمامهم الموت فإنهم يغيرون الحديث لا يريدون الكلام على الموت لأن الموت معناه أنه سوف يطلعك على حقيقة الدنيا وأن الدنيا إلى زوال وأنه لا يبقى بعدها إلا الباقيات الصالحات والباقيات الصالحات لسان ذاكر وقلب خاشع وبدًا عابد الباقيات الصالحات أن تعبد الله وأن تعمر الكون وأن تزكي النفس الباقيات الصالحات هي التي ستبقى بعد الرحيل من هذه الدنيا ومن أحوالها ترجمة نانسي قنقر